كل التحية مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي عبر شاشة قناة النادي الأهلي نستعرض مع حضراتكم في الدقائق القليلة القادمة جانب من قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عقد اليوم الاثنين أربعة مارس عشرين أربعة وعشرين بفرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد الاجتماع بيأتي في إطار حرص المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب على زيارة كل الفروع والمقار المختلفة وعقد الاجتماعات لمتابعة كل الأنشطة ومتابعة الإنشاءات المختلفة في فروع النادي الأهلي النهاردة الحقيقة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب افتتح المسجد الجديد والكبير بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بعد الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات والتجهيزات والفرش والأثاث وخلافه ليكون المسجد في أبهى حلة وصورة لاستقبال الأعضاء خلال شهر رمضان المعظم اللي على الأبواب خلال أيام قديمة قديمة كل عام وحضرتكم بخير ومصرنا الغالية في أمن واستقرار والإنسانية جمعاء في سلام ووئام قبل أذان المغرب توجه مجلس الإدارة الأعضاء السادة الأعضاء الموجودين برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب إلى المسجد وأيضا قاموا بزيارة لحمام السباحة ومتابعة الإنشاءات المحيطة به وكمان كان فيه توجيه من كابتن محمود الخطيب بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة الأعضاء كان المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة قدم شرح وافي لما يتضمنه المجلس المسجد الذي يعد الأكبر بين جميع المساجد في فروع النادي المختلفة لأنه مقام الحياة على مساحة أربع تلاف متر مربع وبيسعى لألف وثلاثين مصلي وبيضم أيضا مصلى خاص للسيدات وملحق به دورات مياه للوضوء وكذا تندات للمصلين خارج المسجد ومنطقة كبيرة لجلوس الأعضاء المجلس عقب أداء صلاة المغرب في المسجد مجلس الإدارة الحياة التقت صورة إذكارية برفقة أسرة المرحوم الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي اللي كانوا متوجدين وتم دعوتهم بالطبع لحضور افتتاح مسجد الشيخ زايد في النادي الأهلي وأيضا حاج جمال الجرحي أحد رموز النادي الأهلي يعني هذه بشرة خير وبشرة طيبة إن شاء الله قبل شهر رمضان المعظم وفرع الشيخ زايد بيشهد نهضة إنشائية كبيرة جدا ومن المقرر أن تنتهي معظم إنشاءات أيضا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة قادمة اليوم أيضا في قرار آخر لمجلس إدارة النادي الأهلي محمد الضماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السعودية تفاصيل بتقول أن مجلس الإدارة برئاسة الكابنة محمود الخطيب قرر تكليف السيد مستيز محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة صباح يوم أربعاء المقبل للمشاركة في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل بمدينة رياض العاصمة السعودية ويقوم السيد محمد الضماطي بالتنسيق في هذا الأمر مع مدير الكرة خالد بيبو في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللعبين كل أمنيات الطيبة للفريق الأول للنادي الأهلي بتحقيق الفوز في هذه البطولة وتقديم مباراة تليق باسم مصر وبحجم العلاقات الخاصة والمتميزة جدا التي تربط البلدين الكبيرين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة كل عام وأنتم بخير ودومتم في أمان الله ورعايته